هذه هي الحلقة الثامنة والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة في الحلقة الماضية كنت أجيب على أسئلة عراقية بغدادية إنها أسئلة الأخ العزيز أبو عبد الأعلى بقي عندي سؤال واحد من أسئلته ماذا يقول أبو عبد الأعلى يخاطبني قد تطرقتم في أكثر من برنامج سابق إلى حديث العيون الأربعة سأقرأ الحديث عليكم ولكن في طوايا كلامي قد تطرقتم في أكثر من برنامج سابق إلى حديث العيون الأربعة وقد جذبني الموضوع فرحت أبحث في هذا الموضوع فوجدت أن الشيخ مهدي زين العابدين هو صاحب كتابي بيان الأئمة وأنا قرأت الحديثة من هذا الكتاب فوجدت أن الشيخ مهدي زين العابدين في كتابه بيان الأئمة أشار إلى مصدر هذا الحديث وهو كتاب جواهر القوانين للسيد محمد باقر ابن سيد إسماعيل اليزدي السيرجاني وعبر عنه بأنه كتاب مخطوط ولكن بعد تتبعي حصلت على صورة لكتابي جواهر القوانين من مكتبة أستان قدس رضوي حيث أن الكتابة مطبوع بالطبع الحجري سنة 1333 هجري قمري وباللغة الفارسية وعند تصفحي للكتاب أكثر من مرة لم أجد الحديثة المذكورة فيه فاستنتجت هذا استنتاج أبي عبد الأعلى فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشار إليه بصورة مباشرة ولم يره أيضا لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط مع العلم إن الكتاب مطبوع والشيء الثاني إن الحديثة غير موجود في الكتاب أصلا ولا يوجد سبب لاتهام الشيخ باختلاق هذا القول إذن يبقى الرأي الراجح جدا أن الشيخ سمع بهذا الحديث شفاها من أحدهم فأدرج ذلك في كتابه على أساس ذلك ومن الراجح أيضا أن هناك من صاغ هذا الحديث بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كما نشاهد اليوم الكثير ممن هم من الوسط الديني كيف يختلقون أقاويل وأحاديث تتحدث عن أشخاص وحوادث سياسية واجتماعية مستقبلية لتعظيم شأن بعض العلماء باعتبار أنهم قد ذكروا على لسان الأئمة عليهم السلام وأما الاستدلال على صحة الحديث بأن شيخ مهدي قد ألف الكتاب قبل انتصار الثورة الإسلامية بسنين كما جاء في التاريخ المثبت في مقدمة الكتاب وهذا يكون دليلا على صحة الحديث فبعد ملاحظة ما مر لا يكون مستبعدا أن الشيخ قد ألحق هذا الحديث بمسودة كتابه في سنوات متأخرة وبعد انتصار الثورة الإسلامية حين طبع الكتاب كما هي عادة المؤلفين ولا أعتقد توجد نسخة خطية للكتاب مكتوبة قبل انتصار الثورة الإيرانية مثبة فيها هذا الحديث فما هو رأي سماحتكم بهذا الاستنتاج المتواضع هذا هو نص ما جاء في الرسالة بخصوص هذا الموضوع أقول للأخ العزيز أبو عبد الأعلى من أنك بنيت في تحقيقك هذا وما هو بتحقيق بنيت في تحقيقك هذا على مقدمة باطلة شيخ محمد مهدي زين العابدين بحسب ما أثبت في كتابه فإنه قد نقل الحديث عن نسخة مخطوطة من كتاب جواهر القواني وأنت راجعت نسخة قد طبعت طباعة حجرية فأنت لم تراجع المصدر الذي نقل منه الشيخ محمد مهدي زين العابدين أنت نظرت ودققت في نسخة أخرى وبنيت كلامك على هذه المقدمة الباطلة ما يبنى على باطل فهو باطل حتى لو كنت قد نظرت في نسخة مخطوطة وليست مطبوعة طباعة حجرية فإنها ليست هي النسخة التي نقل عنها محمد مهدي زين العابدين صاحب الكتاب إذا كنت قد نظرت في النسخة التي ادعى شيخ زين العابدين من أنه نقل منها ودققت النظر فيها وما وجدت الحديث المذكور حينئذ تستطيع أن تقول ما تريد أن تقول أما أنك راجعت نسخة لا علاقة لها بالنسخة التي نقل منها الشيخ محمد مهدي زين العابدين كلامك من البداية أسس على مقدمة باطلة وما أسس على مقدمة باطلة فإنه سينتج لنا نتيجة باطلة بنحو حتمي وفوق كل هذا فإن كل الذي ذكرته يا أبا عبد الأعلى هو من عندك من دون دليل فماذا قلت في الرسالة فاستنتجت بحسب قناعتي إنها قناعة نشأت من دون دليل قناعة مزاجية فأنت ما نظرت في النسخة التي يمتلكها صاحب الكتاب ونقل عنها أنت نظرت ودققت النظر في نسخة أخرى إنها مطبوعة بطباعة حجرية كما أنت تقول نحن نرى بأم أعيننا في النسخة المخطوطة هناك اختلاف كبير ونرى كذلك بأم أعيننا في النسخة المطبوعة هناك اختلاف كبير ونرى ما بين النسخة المخطوطة والنسخة المطبوعة هناك اختلاف كثير هذه حقيقة لمن كان عالماً بشؤون الكتب وبشؤون المخطوطات وبشؤون المطبوعات وبشؤون مؤسسات التحقيق التي تحاول أن تحقق الكتب المخطوطة كي تحولها إلى كتب مطبوعة اختلافات فيما بين النسخ المخطوطة واختلافات فيما بين النسخ المطبوعة في زماننا واختلافات ما بين النسخ المخطوطة والمطبوعة فكيف يصح هذا الكلام أنت نظرت في نسخة فما وجدت الحديث وصاحب الكتاب صاحب كتاب بيان الأئمة نظر في نسخة فنقل منها الحديث فمثل ما لا نجد مبررا لتكذيبك لا نجد مبررا لتكذيبه فأنت صادق في قولك نظرت في نسخة قد طبعت طباعة حجرية وما وجدت الحديث وزين العابدين صادق في قوله أيضا فإنه قد نقل من نسخة مخطوطة الذي يتحدث عنه زين العابدين شيء والذي تتحدث عنه أنت شيء آخر ومع ذلك تقول فاستنتجت بحسب قناعتي الاستنتاج لا بد أن يكون مبنيا على مقدمة صحيحة هذا الاستنتاج لم يبنى على شيء هذا الاستنتاج جاء من الفراخ جاء من حالة نفسية من مزاج نفسي معين عندك فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشار إليه بصورة مباشرة ولم يره أيضا عجيب أمرك يا أبا عبد الأعلى من أين جئت بهذه المعلومات من أين جئت بهذه المعلومات هذه معلومات أنت تصنعها من عندك من أين جئت بهذه المعلومات فاستنتجت من دون معلومات من دون مقدمات فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشار إليه يعني النسخة المخطوطة من كتاب جواهر القوانين مثل ما قال صاحب بيان الأئمة في كتابه فاستنتجت بحسب قناعتي أن الشيخ مهدي زين العابدين لم ينقل أصلا من الكتاب المشار إليه بصورة مباشرة ولم يره أيضا على أي أساس على أي أساس هل تعلم الغيب على أي أساس ولم يره أيضا لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط وما هي المشكلة في ذلك ما كل كتاب في أصله لا بد أن يكون مخطوطا وبعد ذلك يطبع بأي نوع من أنواع الطباعة وإلا كيف يكون كتابا لا بد أن يكون مخطوطا في أصله لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط مع العلم أن الكتاب مطبوع ما هو الكتاب المطبوع أصله كتاب مخطوط أنت نظرت في المطبوع والرجل نقل عن المخطوط فكيف تكون هذه المقدمة مقدمة صحيحة لأمر سترتبه عليها لأنه أولا عبر عنه بأنه مخطوط مع العلم أن الكتاب مطبوع طبع الكتاب بعد أن كان مخطوطا والشيء الثاني إن الحديثة غير موجود في الكتاب أصلا في الكتاب الذي أنت طلعت عليه لا في الكتاب الذي عند زين العابدين صاحب بيان الأئمة فلا يصح لك أن تقول أصلا لأنك لم تكن قد اطلعت على أصل الكتاب وهو المخطوط اطلعت على الكتاب الذي هو مطبوع وهذا فرع فالمطبوع فرع عن المخطوط وحتى لو نظرت في مخطوط فلا يعني أن النسخة هي هي التي نقل عنها زين العابدين في بيان الأئمة والشيء الثاني إن الحديث غير موجود في الكتاب أصلا ولا يوجد سبب لاتهام الشيخ باختلاق هذا القول إذن يبقى الرأي الراجح على أي أساس صار رأيا راجحا ما هي المرجحات حينما نقول إنه رأي راجح على أي أساس صار رأيا راجحا ما هي المرجحات كل الذي تقدم من كلام لا حقيقة له على أرض الواقع إذن يبقى الرأي الراجح جدا وغريبنا هذا التعبير بجدا متى صار راجحا ومتى صار راجحا جدا إذن يبقى الرأي الراجح جدا أن الشيخ سمع بهذا الحديث شفاها من أحدهم على أي أساس أنت تقول هذا الكلام على أي أساس هذا هذا افتراء هذا افتراء إذن يبقى الرأي الراجح جدا أن الشيخ سمع بهذا الحديث شفاها من أحدهم فأدرج ذلك في كتابه على أساس ذلك ومن الراجح أيضا هذا الترجع من أين تأتي به ومن الراجح أيضا أن هناك من صاغ هذا الحديث بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران على أي أساس على أي أساس هذا تحقيق هذا ما هو التحقيق هذا هراء إذا كان التحقيق هكذا فسلام على التحقيق أي تحقيق هذا هذا هراء هكذا تضيع الحقائق يا أبا عبد العلى هناك نحوان من التحقيق النحو الأول وهو أن المحقق يبدأ من معلومة صغيرة قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة هذا تحقيق فاشل كالذي أنت تقوم به وهذا هو سبب فشلي مراجع النجف وكربلاء لأنهم يتبعون هذه الطريقة في التحقيق وهذه الطريقة تعلموها من علماء السقيفة بني ساعد أما التحقيق بحسب منهج العترة الطاهرة فليس كذلك الأئمة تبين لنا منهجية التحقيق وهي التي أتبعها منهجية التحقيق عند العترة الطاهرة يقوم المحقق أولا بجمع كل ما يستطيع أن يجمعه من المعلومات من المعطيات وبعد ذلك يبدأ عملية التحقيق وهذا هو الذي وصل إليه علماء الغرب أيضا علماء الغرب أسلوبهم في التحقيق هكذا يجمعون المعطيات وبعد ذلك يقومون بالتحقيق لا أن يبدأ من معلومة صغيرة فإن التحقيق يبدأ من مساحة واسعة من المعلومات إمامنا الصادق ماذا قال لعمر ابن حنظلة الرواية في الكافي في مسألة تعيين الحاكم الشرعي من قبل العترة الطاهرة ينظران هذان الشيعيان الذان قد اختلف في أمر من أمور حياتهما ماذا يفعلان في زمان الغيبة ماذا يفعلان وحتى في زمان الحضور إذا كان بعيدين عن إمامهما ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا أولا رواية الحديث وهم قالوا لنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا موسوعية لابد من جمع معطيات بنحو موسوعي ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا هنا يبدأ التحقيق وعرف أحكامنا تظهر النتائج فليرضوا به حكما محققا فإني قد جعلته عليكم حاكمة هذه منهجية التحقيق عند العترة الطاهرة وهي تخالف منهجية التحقيق عند مراجع النجف وكربلا وهذا هو سبب فشلهم وهذا هو سبب خيبتهم يبدأون التحقيق من معلومة صغيرة ويراكمون المعلومات عليها منهج العترة ليس كذلك لابد من جمع المعلومات لابد من جمع المعطيات وبعد أن تجمع كل المعطيات الممكنة إذا بقي معطا واحد بالإمكان أن يؤتى به لابد أن ننتظر ذلك المعطى وبعد ذلك نبدأ التحقيق من خلال المقارنات والمقايسات والتدقيقات إلى غير ذلك ممن قد روى حديثنا بنحو موسوع أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا بعد أن تجتمع المعطيات تبدأ عملية المقارنة والمقايسة والتدقيق والتحقيق في الألفاظ في المضامين في سائر الجهات التي يجب أن نحقق فيها ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ولهذا فإن الأئمة يجعلون ميزان منازل العلماء على أساس موسوعيتهم إنها الموسوعية في معارف الكتاب والعترة هذا في ضوء ثقافة الكتاب والعترة وهكذا التحقيق في أي موضوع مثلما قلت من أن علماء الغرب في العلوم المعاصرة يتبعون هذا الأسلوب يتبعون هذا المنهج وحتى في العلوم الإنسانية أيضا يتبعون هذا المنهج لذا فإن الكتب التي يؤلفونها تكون كثيرة المنفعة بخلاف الكتب التي يؤلفها مراجع النجف وكربلاء إنها كتب بائسة بائسة في طريقة تأليفها لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع هذا موضوع واسع لكنني أعود إلى رسالتك يا أبا عبد الأعلى ومن الراجح أيضا أن هناك من صاغ هذا الحديث بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كما نشاهد اليوم الكثير ممن يقولون ما يقولون وما علاقة هذا بهذا الكذابون موجودون في كل زمان الكذابون موجودون في زمان رسول الله وقبل زمان رسول الله الكذابون موجودون في زمن الحضور حضور الأئمة وفي زمان الغيبة الأولى وفي زمان الغيبة الطويلة الكذابون موجودون في كل زمان التحقيق هو الذي يشخصهم فما علاقة هذا بهذا وأما الاستدلال على صحة الحديث بأن شيخ مهدي قد ألف الكتابة قبل انتصار الثورة الإسلامية بسنين وهذه حقيقة كما جاء في التاريخ المثبت في مقدمة الكتاب ما هذا مثبت في الكتاب وموجود أنت لا تعتمد عليه وتعتمد على أمور لا حقيقة لها على أرض الواقع خيالات من عندك أي منطق هذا ما هذه المعلومة موجودة فمثل ما يصدق قولك في مراجعة كتاب جواهر القوانين بطبعته الحجرية يصدق قول صحب بيان الأئمة لا نمتلك دليلا على رفض قوله أو تكذيبه الشيء الموجود والواضح أنت ترفضه وتأتينا بأمور أنت تستنتجها من داخلك ولا يوجد أي شيء في الخارج يثبتها وأما الاستدلال على صحة الحديث بأن شيخ مهدي قد ألف الكتاب قبل انتصار الثورة الإسلامية بسنين كما جاء في التأريخ المثبت في مقدمة الكتاب وهذا يكون دليلا على صحة الحديث فبعد ملاحظة ما مر ما هو الذي مر حتى نلاحظه ما هو الذي مر استنتاجات باطلة خيالات واهية ما هو الأثر الموجود في الخارج فبعد ملاحظة ما مر لا يكون مستبعدا أن الشيخ قد ألحق هذا الحديث بمسودة كتابه في سنوات متأخرة وبعد انتصار الثورة الإسلامية من أين جئت بهذه الخيالات عندك دليل عليها حين طبع الكتاب كما هي عادة المؤلفين وما علاقتنا بعادة المؤلفين أكانوا يفعلون هذا أم أنهم لا يفعلون هذا حديثنا عن كتاب بيان الأئمة الرجل أثبت حديثا ونقله عن نسخة مخطوطة والكتاب مؤلف قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران سأحدثك عن الكتاب كان عليك أن تمتلك معلومات عن المؤلف وعن الكتاب وعن نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة كان عليك أن تمتلك معلومات عن الموضوع الذي تحدث عنه كان عليك وكان عليك وبعد ذلك تقول أما أنك لا تمتلك معلومات أصلا ونظرت في نسخة مطبوعة لا علاقة لها بالنسخة التي نقل منها صاحب الكتاب وبعد ذلك تستنتج استنتاجات من عند نفسك هذه أمور مزاجية هذا ما هو تحقيق ولا هو التطقيق إذا كانت الأمور هكذا وربما تبني عليها أمورا تقيس عليها الآخرين هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة مراجع النجف وكربلة إنها طريقة تحقيق باطلة عملوا بها ولا زالوا يعملون بها ولذا ينتقلون من باطل إلى باطل ومن ضلال إلى ضلال ومن شبهة إلى شبهة وهم يدركون هذا من عند أنفسهم لكنهم لا يخبرون الشيعة بهذا الحال يتظاهرون بأنهم على يقين من أمرهم وهكذا يضحك أهل الشيعة وهذا الأمر يجري في الوسط الشيعي منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين الذي عليه مراجع النجف وكربل إلى هذه اللحظة ثم ماذا تقول يا أبا عبد الأعلى ولا أعتقد توجد نسخة خطية للكتاب لكتاب بيان الأئمة مكتوبة قبل انتصار الثورة الإيرانية مثبت فيها هذا الحديث أي كلام من أين جئت بهذا الاعتقاد من أين جئت بهذا الاعتقاد كل هذا الكلام كلام باطل من أوله إلى آخره المقدمة باطلة وكل ما رتب على المقدمة الباطلة كان باطلا هذه الاستنتاجات وهذه الأمور الراجحة وأنت تصرح بأنها راجحة جدا على أي أساس بنيتها إنها خيالات واهية لا قيمة لها الأمر ليس كذلك يا أبا عبد الأعلى نذهب إلى فاصل بيان الأئمة كتاب للشيخ محمد مهدي زين العابدي هذا الرجل كان في النجف وبدأ يجمع معطيات كتابه منذ نهاية الأربعينات ومنذ بداية الخمسينات من القرن الماضي كان في النجف وبدأ يجمع معطيات ومعلومات كتابه منذ نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات ألف كتابه في ستينات القرن الماضي وبعد ذلك لما وصل إلى إيران في الثمانينات واستطاع واستطاع أن يخرج مخطوطة كتابه من العراق ووصلت المخطوطة إلى إيران طبعه طبع الجزء الأول من الكتاب في بداية الثمانينات ثم أكمل طباعة الكتاب في ثلاثة أجزاء هذه هي الأجزاء الثلاثة التي طبعت معا هذه طبعة المكتبة الإسلامية بيروت لبنان هذه الأجزاء هي التي ألفها في الفترة التي أشرت إليها ولذا هو يقول في آخر الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها ماذا يقول حرر في شهر رمضان سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثمانين هجري قمري يعني سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين حرر في شهر رمضان سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثمانين صحيح فإن الكتاب طبع في بداية الثمانينات بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية الخمينية في إيران حرر في شهر رمضان سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثمانين هجري يعني سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين الرجل قبل هذا التاريخ كان قد جمع المعطيات وجمع المصادر من الكتب المخطوطة والمطبوعة وألف كتابه وهذا الأمر واضح من خلال تتبع كتابه بعد ذلك أضاف أجزاء أخرى لهذا الكتاب حينما كان في مدينة قم فصار الكتاب بهذا الحج هذا هو بيان الأئمة الطبعة التي قرأت منها والتي تتألف من ثلاثة أجزاء هذه الأجزاء التي كان قد جمع ما جمع فيها منذ الخمسينات وإلى بداية الستينات من القرن الماضي وسع الكتاب إلى سبعة أجزاء هذه الأجزاء السبعة في بداية كل جزء منها عرض الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من مخطوطة كل جزء من هذه الأجزاء إذا ما ذهبنا إلى الجزء الثالث الجزء الأول الجزء الثاني كذلك في كل جزء في بدايته هناك صورة للصفحة الأولى من مخطوطة الجزء وصورة للصفحة الأخيرة من مخطوطة الجزء هذا الجزء الثالث باعتبار أن الأجزاء الثلاثة أُلِّفت في النجف ماذا جاء في صورة المخطوطة هذه الصفحة الأولى من الجزء الثالث من النسخة الخطية للكتاب وهذه الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة الخطية للكتاب حُرِّر في شهر رمضان ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين هجرية يعني سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وستين ميلادية بينما إذا ما ذهبنا إلى الجزء الرابع أو الجزء الخامس أو الجزء السادس أو الجزء السابع وكل هذه الأجزاء في كل واحد منها هناك صورة للصفحة الأولى من مخطوطته وصورة للصفحة الأخيرة من مخطوطته هذا الجزء السابع على سبيل المثال هذه الصفحة الأولى من الجزء السابع من النسخة الخطية للكتاب وهذه الصفحة الأخيرة من الجزء السابع من النسخة الخطية للكتاب تم هذا الجزء السابع بتأريخ سبعة ربيع الثاني لسنة ألف أربعمية واثنعش هجرية حينما كان في مدينة قم فهذا الكتاب بأجزائه السبعة الأجزاء الثلاثة الأولى ألفها المؤلف في النجف في الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين من القرن الماضي ولذا فإن تأريخ تحريرها بحسب ما هو مثبت في صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة كل جزء فإنها قد ألفت وحررت سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثمانين هجري قمري يعني سنة ألف وتسعمية وثلاثة وستين ميلادي أما الأجزاء التي أضيفت بعد ذلك من الجزء الرابع إلى الجزء السابع فقد ألفها المؤلف في مدينة قم وجاء في الصور التي أثبتها في كتابه المطبوع هذا وهي صور للصفحات الأولى والأخيرة من مخطوطات هذه الأجزاء من أنه قد تم تحريره سنة ألف وأربعمية واثنعش هجري قمري هذا هو الموجود والواضح في هذا الكتاب المطبوع الرواية التي قرأتها ذكرها زين العابدين في الجزء الثاني هي موجودة في هذه الطبعة في الجزء الثاني لكنني أقرأ من الطبعة الأخيرة هذه الطبعة هي الطبعة الأولى إنها طبعة دار الغدير قموا المقدسة صفحة ميتين وتسعة وأربع الموجود في الصفحة جواهر القوانين لم يشر إلى اسم المؤلف ولم يشر إلى أن الكتاب هذا مخطوط أو مطبوع لكنه في قائمة المصادر في آخر الجزء السابع ذكر بأن الكتاب هذا لمحمد باقر اليزدي وهو كتاب مخطوط في قائمة المصادر مصادر هذا الكتاب في خاتمة الجزء السابع وهو يذكر ترتيب عنوين مصادر الكتاب فلما ذكر جواهر القوانين قال لمحمد باقر اليزدي وهو كتاب مخطوط أقرأ النص الذي نقله الشيخ زين العابد نقل حديثا بحسب ما جاء في النسخة المخطوطة التي نقل منها زين العابدين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غم وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء فإذا انقضت العين الرابعة فانتظروا العين الخامسة وهو عثمان ابن عنبسة هذا اسم السفياني الذي سيخرج في الشام العلامة الحتمية والأكيدة والقريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أشرح الحديث لأن الحديث واضح وشرحته وتحدثت عنه في برامجي السابقة وهو شيء غريب في زمان متقارب في مكان واحد في بلد واحد يحكم حاكم باسم عبد الكريم إنه عبد الكريم قاسم وبعده يأتي عبد السلام عارف وبعده يأتي مباشرة عبد الرحمن عارف وبعده يأتي نظام عفلق فنظام البحثيين بأحمد حسن البكر وصدام إنه نظام عفلق وبعد العين الرابعة سيكون المجال مفسوحا للعين الخامسة والتي تأتي زمان الحكم العباسي إنها عين عثمان ابن عنبسة إنها عين السفياني هذا هو الخبر الرجل أيضا تحدث عن الموضوع في الجزء نفسه صفحة 474 ماذا قال وقد كنت أيام مملكتي عبد الإله في العراق عبد الإله هو خال الملك فيصل الثاني أول ملك حكم العراق هو فيصل الأول توفي فيصل الأول بسبب مرض تمرضه وهناك من يقول بأنه سمم ليس مهما هذا توفي الملك الأول في العراق وهو الملك فيصل فيصل الأول فصار الملك من بعده ابنه غازي غازي قتل في حادث اصطدام سيارة سنة 1939 وهناك قول بأن الأمر قد دبر له مات غازي الملك من بعده ولده فيصل الثاني كان صغيرا لم يكن قد بلغ العمر القانونية كي يكون ملكا فعليا للعراق فما الذي حدث صار خاله عبد الإله وصيا على العرش إلى أن بلغ فيصل الثاني العمر القانونية فصار ملكا فعليا على العراق عبد الإله صار وصيا على العرش من سنة 1939 ميلادي إلى سنة 1953 ميلادي سنة 1953 ميلادي صار فيصل الثاني ملكا على العراق فانتهت وصاية عبد الإله على العرش بنحو رسمي وإلا بقي وصيا على ابن أخته لأنه كان صغيرا صحيح أنه قد بلغ العمر القانوني لكنه كان قليل تجربة وكان في كل أموره يعود إلى خاله عبد الإله على أي حال بنحو رسمي عبد الإله كان وصيا على العرش منذ سنة 1939 إلى سنة 1953 ميلادي في تلك السنوات يتحدث زين العابد يقول وقد كنت أيام مملكتي عبد الإله في العراق لأن أصل الرجل إيراني شيخ محمد مهدي زين العابد إيراني الأصل لكنه كان يعيش في العراق وقد كنت أيام مملكة عبد الإله في العراق فرزقني الله تعالى خبرا فيه ذكر رئاسة العيون الأربعة في العراق هذا الخبر كان عند الرجل أيام عبد الإله وليس هناك من مبرر أن نكذب الرجل يا أبا عبد الأعلى فرزقني الله تعالى خبرا فيه ذكر رئاسة العيون الأربعة في العراق وكنت يوم إذن أحضر درس الخارج أعلى مراحل الدراسة الحوزوية وكنت يومئذ أحضر درس الخارج لأستاذنا المرحوم المحقق الشيخ إحسين الحلي قدس الله نفسه وأعلى مقامه ومعي رفقة مؤمنين نقرر الدرس معهم يعيدون كتابة الدرس هذا هو المراد من تقرير الدرس فأردت أن أسرهم بهذا السر فقرأت لهم خبر العيون الأربعة الذي مر ذكره في هذا الكتاب فإنني قد قرأته عليكم قبل قليل من هذا الكتاب عن جواهر القوانين عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد إلى آخره إنه الخبر الذي ذكره مفصلا ذكره هنا إجمالا قالوا ما معنى العيون الأربعة قلت لهم هم أربعة أشخاص يملكون في العراق واحدا بعد واحد أول أسمائهم حرف العين فاعترض علي سيد من رفقائنا وقال من أين تأتي بهذه الأخبار ومن سند هذا الحديث قلت له أنا سنده لأنه كان مطمئنا للخبر وهو الذي وجد الخبر في هذه النسخة المخطوطة من الكتاب الذي أشار إلي قال لي فإن ظهر كذبا ليس صحيحا فقلت له فإذا ظهر صدقا فهل لك إشكال فيه وفي سنده ثم قلت له إن هذا من العلائم التي لم تقع إلى الآن فإذا وقعت في الخارج وتحققت هذه العلائم فليس لك حق المناقشة فيه وفي سنده وإن لم تقع فلك حق الإشكال عليه فاصبر فلما ملك عبد الكريم قال إن هذا إن هذا الأول صحيح وبعد أربعة سنوات فأكثر قتل عبد الكريم فملك بعده عبد السلام فأتاني وقال يا شيخ هذا الثاني صحيح أيضا فيعلم أن الباقي صحيح فكان بعد ذلك لا يرد علي ما أنقله من رواية أو خبر إلى آخر كلامه بعد ذلك يتحدث عن السيد الخوع يتحدث عن السيد الخوع وكيف أنه كان يرفض الأخبار التي ينقلها له ولكنها حينما تتحقق يبدي السيد الخوع عجبه كيف أن أخبار ضعيفة السند تتحقق على أرض الواقع وبالمنهسبة يا أبا عبد الأعلى جمعني مجلس في دار أحد الأخوة في قم على مأدوبة عقيقة جمعني ذلك المجلس بشيخ مهدي زين العابدين وسألته عن الروايات التي أثبتها في كتابه هذا الكلام لا أتذكر بالضبط هل كان هل كان في سنة 1984 أو كان في سنة 1985 أرجح أن الكلام كان في سنة 1984 وربما يكون في سنة 1983 في الحقيقة لا أتذكر التأريخ لكنني أرجح أن يكون الكلام سنة 1984 إذا أردت أن أتأكد من التأريخ علي أن أتصل بالأخ الذي دعانا إلى مأدوبة عقيقة لمولود قد ولد له في ذلك التأريخ يمكنني أن أعرف التأريخ بالدقة من خلال تأريخ ولادة ذلك المولود والرجل حي وابنه حي أيضا وأتمنى لهما السلامة والكرامة في الوقت نفسه على أي حال جمعني ذلك المجلس بشيخ مهدي زين العابدين وكنا جالسين بجنب بعض فسألته قلت لشيخنا الأحاديث الموجودة في كتابك وأتحدث عن الأجزاء الثلاثة قلت لشيخنا الأحاديث الموجودة في كتابك في ذلك الوقت كان قد طبع الجزء الأول والجزء الثاني على ما أتذكر وربما طبع الجزء الثالث قلت لأحاديث قلت لأحاديث اللي موجودة في كتابك بخصوص العراق وإيران هناك أحاديث كثيرة بخصوص العراق وإيران في الجزء الأول والثاني قلت لأحاديث متى حصلت عليها ومتى أثبتها في كتابك في أي تأريخ قال لي هذا أمر قد حصل في الخمسينات في الخمسينات وبداية الستينات هذه الروايات كانت عند الرجل أصلا قبل حصول مقدمات الثورة الإيرانية لأن الثورة الإيرانية بدأت مقدماتها سنة 1963 1964 سنة 63 64 بدأت المقدمات الأولى للثورة الإيرانية ولم يكن أحد يتوقع أن الثورة ستنتصر بعد ذلك كانت مجرد مظاهرات ومعارضة وبعد ذلك نفي زعيمها إلى خارج إيران فذهب إلى تركيا ومن تركيا ذهب إلى العراق لم يكن أحد يتوقع أن الثورة ستنتصر وأن الشاه سيخرج فار من إيران حتى يموت غما خارج إيران هذه المعاني لم تكن متصورة لكن الرجل قال بلسان صريح مثل ما هو يتحدث في كتابه هنا وأقول لك يا أبا عبد الأعلى هو قال في ذلك المجلس وهذا الكلام نقل عنه كثيرا من أنه قد عثر على روايات وأخبار ما أثبتها في كتابه خوفا من المشاكل التي قد تثار عليه وهذا الكلام أثبته في آخر الجزء الأول حيث قال في آخر الجزء الأول وقد أطلعنا الله سبحانه ورزقنا من الأثارة على كثير من الأسرار الغريبة والأمور والقضايا العجيبة والوقائع المهيبة وقد أودعنا هذا الكتاب ما فيه عبرة لمن اعتبر من ذوي الألباب فأثبتنا فيه ما تقبله العقول والأذهان وأخفينا من الأسرار ما لا يتحمله سائر بني الإنسان بغض النظر عن تعابيره وكلماته شخزين العابدين بيانه ضعيف جدا وطريقته في الكتابة هزيلة جدا وكتابه مضطرب ليس مرتبا لكنه يجتمل على معلومات كثيرة الرجل صادق في نقلها وهو صادق حينما يقول عندي نصوص عندي أخبار تتحدث عن مستقبل الأيام ما أثبتها في الكتاب خوفا من المشاكل التي قد تثار في وجشي هو صادق في هذا أعتقد أن صورة باتت واضحة في كل هذا المطلب ومع كل ذلك فإن الخبر يتحدث عن شيء مستقبلي الأخبار المستقبلية إذا توفرت بعض القرائن التي تشير إلى ضعفها فإننا نكلها إلى المستقبل الزمان كفيل بإثبات صدقها أو بإثبات كذبها الزمان كفيل إننا ننتظر العين الخامسة إنها عين السفياني الزمان كفيل بهذا أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا وأن تنتفع في تحقيقاتك المستقبلية من هذا الذي ذكرته لك يا أبا عبد الأعلى نذهب إلى فاصل سلام على مدينة قم وسلام على من شرفتها على فاطمة المعصومة منت إمامنا موسى بن جعفر سلام على محمد وآل محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى ورحمة الله وبركاته الرسالة من قم ومن أحد المشايخ من حوزتها السؤال الأول الكثير من أصحاب العمائم يشكلون علينا بأن شيخكم الغز منهجه ليس واضحا ومبينا في التعامل مع أحاديث العترة هذا على أساس أن منهجهم واضح ومبين كل هذا الذي بينته ويكون منهجي ليس واضحا في التعامل مع أحاديث العترة على أي حال أنا والسؤال أنا والسؤال الكثير من أصحاب العمائم هؤلاء كذابون ودليل كذبهم أنهم يلبسون العمائم العمامة الإبليسية هذه التي يرتديها مراجع الحوزة الطوسية هذه عمامة عباسية قذرة العمامة العباسية الإبليسية العمامة الطابقية هي عنوان الكذب وعنوان الدجلي وعنوان الضلال عند هؤلاء دليل كذبهم عمائمهم التي على رؤوسهم الكثير من أصحاب العمائم يشكلون علينا بأن شيخكم الغزي منهجه ليس واضحا ومبينا في التعامل مع حاديث العترة في برنامج واحد أو كتاب واحد حتى نستطيع مناقشته والرد عليه وإنما مجموعة قواعد مباثرة وغير دقيقة موزعة ضمن البرامج وهي نفسها التي نتبناها كالمعارض ماذا تفقهون من المعارض ماذا تفقهون من المعارض وهي نفسها التي نتبناها كالمعارض ولحن القول والخاص والعام والمحكم والمتشابه لذلك فهو لا يمتلك منهجا وإنما يدلس على أصحاب العقول الساذجة ويهمهم بأنه صاحب منهج مغاير للمناهج الأصولية والأخبارية والعرفانية و السائل يفرع على هذا الكلام فهل طرحتم هكذا برنامجا سابقا ونحن غفلنا عن أو لكم نية في طرحه مستقبلا أقول للسائل يا أبا باخر مثلما يقول أئمتنا للشيعة لبعض أصحابهم هل أخذت تفرش أذنيك للنوكة جمع أنوك وهو الأحمق هل أخذت تفرش أذنيك لهؤلاء الكذابي هؤلاء كذابون ودجالون ومدلسون ما هو المنهج ما هو المنهج المنهج أولا عقيدة عقيدة وأنا قد وضعت عقيدتي في كل برامج ولكنني لخصتها لخصتها في مجموعتين من الحلقات بنحو علمي ممنهج كامل في مجموعة حلقات أعرف إمامك وفي مجموعة حلقات هذا هو الحسين هذه كتب متلفزة كذابون هؤلاء كل حلقة من برامج هي عبارة عن كتاب صغير متلفز فليس هناك من فوضى في برامجي برامجي مرتبة وأنت تعرف بإمكانك أن تطبع كل حلقة كي تجدها موضوعا متكاملا بمصادره ونصوصه بمقدماته ونتائجه كذابون هؤلاء المنهج المنهج يعتمد العقيدة وهذه عقيدة مبينة في كل برامجي في آلاف من الساعات وبنحو علمي مبوب ومفهرس ومحقق في مجموعتين متكاملتين من الحلقات مجموعة حلقات أعرف إمامك ومجموعة حلقات هذا هو الحسين من برنامج الخاتمة فليردوا وأنا حينئذ سأرد عليهم كي تتضح الحقيقة ما هو المنهج إنني أرفض علم الرجال وعلم الحديث مطلقا وقد وضعت برامج خاصة لهذا الموضوع وناقشت الموضوع من جميع جهاته فليأخذ هذه الحلقات وليرد عليها وسأرد عليهم كي أكشف عن جهلهم وعن سخفهم وناقشت علم الأصول وناقشت عملية الاجتهاد وناقشت تفاسيرهم الضال وإنني لأتكلم في بيان مضامين القرآن في كل حلقاتي فسرت القرآن وتحدثت عن أسرار القرآن وأبطلت مناهجهم التفسيرية وماذا بعد ما تركت موضوعا عقائديا مهما إلا وناقشت عقائدهم وأثبت بطلانها لقد أثبت بطلانا أن أصول الدين خمسة وأثبت أن الدين له أصل واحد لماذا لا يناقشون هذه الموضوعات لقد أثبت إمامة فاطمة لقد ولقد ولقد لقد أبطلت علم الكلام وأثبت ولادة صاحب الأمر من خلال أسلوب جديد إنه أسلوب الشاشات المتعددة في برنامج موسوعي إنه برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان ما تركت موضوعا إلا وتحدثت فيه لقد تحدثت عن أهم العناوين تحدثت عن علي أمير المؤمنين وعن الصديقة الكبرى وعن الحسين الشهيد وعن إمام زماننا ورفضت كل كلام قاله مراجع الشيعة بخصوص هذه العناوين وأبطلت كلامهم وأبطلت دين حوزة النجف وأثبت أن دينهم طوسي ناصبي بالوثائق والحقائق لماذا لا يردون على كل هذا هذا هو المنهج يا أبا باقر ماذا تقول أنت إني أعلم أنك تتابع البرامج فكيف تتابعها وكل هذه الحقائق موجودة بين يديك هذا هو المنهج إن كانوا يبحثون عن منهج موجز فإنني لطالما أقول من أن منهجي يدور مدار قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو بنفسه منهج فليرد على هذا المنهج فإن ديني مداره قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لقد تحدثت عن ولاية الغديرين وعن البراءة من السقيفتين أما الغديران غدير علي وغدير القائم وأما السقيفتان السقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس ماذا يريدون من المنهج وكيف يكون المنهج كذابون هؤلاء سفلة منحطون فليردوا أتعلم يا أبا باقر من أن محمد رضا السستاني طلب من عدد كبير من علماء النجف ممن يذعنون لكلامه وكذلك من علمائكم أن يرد على برامجي لأنهم قد افتضحوا الجميع رفضوا الجميع رفضوا البعض منهم هكذا قال قال إن كلامه صحيح ماذا نرد عليه إنه يأتي بمصادرنا وبكتبنا فماذا نقول من أن الكتب هذه ما هي بكتبنا إنه يقرأ من كتبنا فماذا نقول من أن الذي يقرأه ليس موجودا الكتب موجودة والناس سترجع إليها وسيفضحنا فضيحة مجلجلة والبعض منهم قال له من أن نا نستطيع أن نرد على كتاب على كتابين أما هذه الكتب الكثيرة نحن لم نطلع عليها ولا يوجد البعض منها في مكتباتنا ولا نمتلك القدرة التي يمتلكها هذا الرجل كي نرد عليه إنه سيفضحنا بعد ذلك مثلما فضح الآخرين الذين دفعتموهم للرد عليه والنتيجة كانت فضيحة لهم ولكم أنا هنا لا أباهي أحدا بشيء ولا أحب أن أتحدث عن نفسي لكن الأسئلة هي التي تجورني أن أتحدث هكذا كي أبين الحقيقة للسائل ربما لا أجد فرصة أخرى كي أتحدث معه وعندي كثير من هذا الكلام صدقني يا أبا باقر وأنت تعلم صدق قولي هذه المعلومات لها تفصيل أنا اجتزأتها ذكرت لك بعضها أتحدث عن المعلومات التي أشرت إليها بخصوصي محمد رضا السيستاني عندي تفاصيلها وعندي أسماء الذين تحدث معهم وتحدثوا معه إن كانوا في النجف أو كانوا في قوم التفاصيل كاملة عندي المجال مفتوح له أنا شخص واحد وهذه القناة إمكاناتها محدودة قناة بائسة من جهة الإمكانات عندهم كل الإمكانات وعندهم كل الإعلام لماذا لا يردون على هذه الحقائق لأنهم عاجزون لأنهم عاجزون ماذا سيفعلون مع حقائق لا يستطيعون إنكارها وإذا ما تورط أحد منهم ورد على هذه الحقائق فإني سأثبت للجميع وبالبث المباشر من أنه حمار كما فعلت هذا في السابق فقد أثبت للجميع وعبر البث المباشر بأن فلان حمار بأن فلان حمار وبالأدلة القطعية وهذا الميدان يحمي هذا الميدان يحمي نذهب إلى فاصل السؤال الثاني من الرسالة القومية نفسها كثر الكلام والجدال في هذه السنة ألف أربعمية وخمسة وأربعين هجري حول الغلو والغلات بسبب استفتاء صدر عن مكتب السيد السيستاني بتأريخ ثمانية صفر ألف أربعمية وخمسة وأربعين هجري بحيث صار الخطيب الحسيني من أصحاب العقيدة السليمة متهما ويبعد عنه الناس بسبب طرحه لمضامين حديث العترة الطاهرة وماذا تتوقع من السيستاني والسيستانيين هذا هو الذي يحسنون فعله بحيث صار الخطيب الحسيني من أصحاب العقيدة السليمة متهما ويبعد عنه الناس بسبب طرحه لمضامين حديث العترة الطاهرة وقد انتفع بعض الخطباء سابقا من حلقات الغلو والغلات ضمن برنامج الكتاب الناطق وهو برنامج الذي قدمته في سنوات سابقة عبر شاشة القمر وقد انتفع بعض الخطباء سابقا من حلقات الغلو والغلات ضمن برنامج الكتاب الناطق لكن هناك حاجة ملحة وللمناسبة المشار اليها آنفا ان تبين الضابطة العقائدية بشكل مختصر للغلو وللتقصير جزاكم الله تعالى خيرا ورعاكم بقيته الأعظم السائل يريد ضابطة عقائدية لا أبالي بهراء السيستاني وماذا قال وماذا أفتى هراء طهسي لا قيمة له بموازين دين العترة الطاهرة فسائل يريد ضابطة عقائدية بشكل مختصر للغلو وللتقصير لن أطيل عليك الكلام يا أبا باخر وأقولها لك صريحة سأعطيك قاعدة هي هي تستطيع من خلالها أن تشخص معاني الغلو ومعاني التقصير نص عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا هو هراء السيستاني ولا هراء السفياني إنه كلام إمام زماننا قطعا هذا الكلام بحسب السيستاني ضعيف السنة ألا لحنة على أسانيدهم ألا لحنة على علم قذاراتهم علم رجالهم في دعاء شهر رجب الدعاء المروي عن الناحية المقدسة عن إمام زماننا والذي يقرأ في أيام شهر رجب وقد جاء فيه هذا التعبير المهدو المهدوي الفاطمي العلوي الواضح البين الصريح لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك يا الله وبين حقائق محمد وآل محمد إلا أنهم عبادك وخلقك من تجاوز هذا فهو الغلو ومن قل عن هذا فهو التقصير قاعدة خذها إليك خذها إليك قاعدة مهدوية قاطعة صارمة من تجاوز هذا وزاد عليه فهو الغلو ومن انتقص من هذا وقلل منه فهو التقصير عبارة واضحة لا أنا الذي أنشأتها ولا أبي ولا جدي ولا عمي ولا خالي هذه عبارة من إمام زمانك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا كلام رسول الله وهذا كلام إمامنا الصادق صلى الله على رسول الله وآل رسول الله إذن هذه القاعدة هذه القاعدة هي أرقى وأسمى وأغلى وأعلى من أن أصفها بالقاعدة الذهبية ماذا أقول عنها؟ هل هي القاعدة الألماسية؟ هي أرقى من ذلك هذه القاعدة المهدوية القاعدة المهدوية في بيان معنى الغلو والتقصير لا فرق بينك وبينها بينك وبين حقائق آل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك من زاد عليها فهو المغالي ومن أنقص منها شيئا ولو كان قليلا فهو المقصر أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة جدا أذهب إلى السؤال الثالث وهو السؤال الأخير في هذه الرسالة انتقدتم في برامجكم السابقة الشيخ الجواهري إنه محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام المرجع الشيعي المعروف انتقدتم في برامجكم السابقة الشيخ الجواهري قوله في جواهر الكلام المجلد العشرون فإنهم لعنهم الله تعالى نقلوه بعد أن سلخوا الضمير يعود على رأس الحسين صاحب الجواهر هذه الطبعة ذات المجلدات الكبيرة هو أشار إلى المجلد العشرين إلى الطبعة ذات المجلدات من القطع الوزيري من القطع الاعتياد الذي يعرف بالقطع الوزيري هذه المجلدات الكبيرة هذا الجزء السابع من طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان إنها الصفحة التسعون بعد المائتين صاحب الجواهر محمد حسن النجفي وهو يتحدث عن زيارة أمير المؤمنين وزيارة رأس الحسين وزيارة الحسين الشهيد في هذه الأجواء يتحدث ويمكن أن يكون هذا المكان لا أريد أن أدخل في التفاصيل إنه يتحدث عن مكان ورد في الأخبار ورد في الأخبار أن رأس الحسين دفن فيه ويمكن أن يكون هذا المكان موضع دفن الرأس الشريف بعد سلخه فهو يقول من أن الأمويين سلخوا جلد رأس الحسين فإنهم لعنهم الله تعالى نقلوه بعد أن سلخوا وهناك من يبين لماذا سلخوا خوفا عليه من التعفن رأس الحسين يتعفن هذا هو الذي ذكره صاحب الجواهر وأنا انتقدت كلامه قلت لا دليل على كلامه ليس هناك من معطيات واضحة في حديث العترة من أن الأمويين قاموا بهذا الفعل من أنهم قاموا بسلخ رأس الحسين هذا يعني إذا سلخوا رأس الحسين فقد نقلوه إلى الشام جمجمة عظمان هذا هو الذي يريد أن يقوله لأنهم إذا سلخوا جلده قطعا قد فرغوا محتويات الرأس فمثلما يتعفن ويتفسخ الجلد الخارجي فإن الأجزاء الموجودة في داخل الجمجمة ستتفسخ أيضا فهذا الكلام ذكره صاحب الجواهر وإن انتقدته قلت هذا الكلام لا دليل عليه من جهة ومن جهة أخرى إنها إساءة أدب بحق الحسين وحق رأسه الشريف صاحب الرسالة يقول انتقدتم في برامجكم السابقة الشيخ الجواهري قوله في جواهر الكلام المجلد العشرون فإنهم لعنهم الله تعالى نقلوه نقلوه من العراق إلى الشام نقلوه بعد أن سلخوه بأن لا دليل على ذلك هذا هو قولي ولكن جاءت الروايات في كامل الزيارات في الباب التاسع عشر علم الأنبياء بقتل الحسين بن علي بأن إسماعيل ابن حزقيل النبي عندما سلخوا فروة رأسه عندما سلخوا فروة رأسه ووجهه وأتاه ملك عن الله تبارك وتعالى قال لي أسوة بما يصنع بالحسين ألا يعتبر أن الجواهر استفاد ذلك المعنى وفقا لمنهج المعاريض وقال بما قال فقد يقال وبحسب الروايات التي في الباب أنه علم بما سيصنع بسيد الشهداء وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى الفاصل وبعد الفاصل نعود إليكم حياكم الله أعود إلى السؤال الثالث من الرسالة القومية التي كنت أجيب على أسئلتها قبل الفاصل يخاطبني السائل في الرسالة ويوجه الكلام لي انتقدتم في برامجكم السابقة الشيخ الجواهري إنه محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام انتقدتم في برامجكم السابقة الشيخ الجواهري قوله في جواهر الكلام المجلد العشرون وقد قرأت عليكم من الجواهر فإنهم يعني بني أمية لعنة الله عليهم فإنهم لعنهم الله تعالى نقلوه نقلوا رأس الحسين بعد أن سلخوه بأن لا دليل على ذلك أنا الذي قلت هذا ولكن جاءت الروايات في كامل الزيارات في الباب التاسع عشر علم الأنبياء بقتل الحسين بن علي بأن إسماعيل ابن حسقيل النبي عندما سلخوا فروة رأسه ووجهه وأتاه ملك عن الله تبارك وتعالى قال النبي إسماعيل ابن حسقيل لي أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام ألا يعتبر أن الجواهر استفاد ذلك المعنى وفقا لمنهج المعاريض وقال بما قال فقد يقال وبحسب الروايات التي في الباب أنه علم بما سيصنع بسيد الشهداء ومن جملتها سلخ رأسه الأقدس ولذا قال من الذي قال النبي إسماعيل لي أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام الرواية الرواية في كامل الزيارات هي هذه كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الباب التاسع عشر علم الأنبياء بقتل الحسين بن علي إنها الصفحة الثانية والستون الحديث الأول بسند ابن قولويه عن إمامنا الصادق إن إسماعيل الذي قال الله تعالى في كتابه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي لم يكن إسماعيل ابن إبراهيم بل كان نبيا من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه فأتاه ملك عن الله تبارك وتعالى فقال إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت فقال لي أسوة بما يصنع بالحسين السائل يقول من أن صاحب الجواهر وفقا لمعاريض الكلام فإنه قد فهم أن بني أمية قد فعلوا بالحسين مثل ما فعل قوم النبي إسماعيل بإسماعيل ماذا فعلوا له سلخوا فروة رأسه وسلخوا وجهه فصاحب الرسالة يقول من أن صاحب الجواهر يمكن من خلال المعاريض فهم أن الحسين أن الحسين قد جرى عليه ما جرى وأنا أقول لأبي باخر الذي كتب هذا الكلام إنك يا أبي باخر لا تعرف معنى المعاريض إنك تتحدث عن المعاريض مثل ما تحدث عنها أصحاب العمائم في سؤالك الأول حين يقولون من أنهم يفهمون المعاريض ولحن القول إنك على نفس طريقتهم الطريقة الطوسية في فهم المعاريض سأشرح لك معنى المعاريض المعاريض جمع لمعراض والمعاريض أساسا في لغة العرب تعني أن المتكلم يتكلم بطريقة معينة لا يكون الكلام صريحا وإنما يكون الكلام تعريضيا يعرض بالكلام التعريض بالكلام هو أسلوب إشارة إنه يشير إلى شيء وفي وفي الوقت نفسه يستعمل ألفاظ معينة يستعمل مفردات معينة هذا الأمر قد يجري بين مجموعة من الأصدقاء هذا الأمر قد يكون في الجيوش إنها الرسائل المشفرة الرسائل المشفرة هذه هي رسائل معارضية كل شيء مشفر يدخل تحت عنوين المعارض عملية التشفير قد تكون بين مجموعة من الأصدقاء ولو على سبيل المزاح وقد يكون الكلام بين الكبار حينما يكون الأطفال الصغار موجودين بنحو معارضي حتى لا يفهم الأطفال ماذا يقول الكبار لأنهم يتحدثون في موضوعات تناسب الكبار ولا تناسب الصغار فيستعملون أسلوب المعارض عملية المعارض عملية تشفير تشفير في الألفاظ عملية تشفير في أسلوب الكلام ويراد من ذلك التشفير معنى يعرفه الطرفان هذه هي المعارض بشكل عام ويمكن لأي إنسان أن يصنع معارض كلامه ويمكن لأي مجموعة من الناس أن تصنع معارض كلامها ونحن لا شأن لنا بهذا نحن نتحدث عن محمد وآل محمد عن معارض كلامهم لماذا استعمل أئمتنا أسلوب المعارض للأسباب الآتية أولا محمد وآل محمد لهم ثقافتهم ولهم دينهم ولهم علومهم ولهم معارفهم التي تختلف اختلافا كاملا عن أولئك الصحابة الأعراب صحابة الكثير منهم مستويات عقولهم لا تتجاوز مستويات عقول الأباعر ثقافتهم ثقافة الصحراء ثقافة البدو ثقافة البعير والشات والماعز ادرسوا تأريخ الصحابة وكيف كانوا يتعاملون مع رسول الله البعض منهم ما كان يملك ذوق الأباعر دون الأباعر محمد وأهل محمد شيء آخر دينهم ثقافتهم معارفهم علومهم آدابهم بلاغتهم كل شيء عندهم يختلف عن الآخرين فهم لا يريدون تضييعه لا يريدون تحريفه فاستعملوا أسلوب المعاريض التي تتناسب مع ثقافتهم هذا أولا وثانيا إنها عملية أمنية عملية أمنية للخلاص من السلطات السياسية الجائرة وعملية أمنية للمحافظة على مضامين دينهم فإن المعاريض هذه لا يستطيع أن يتعامل معها وأن يتعامل بها إلا أن يكون جزءا حقيقيا من دين محمد وآل محمد هذه المعاريض هي بمثابة مفاتيح إذا كان القوم وإذا كنت أنت أيضا من بينهم قد عرفتم هذه المفاتيح فلن تفعلوا بها شيئا إلا إذا عرفتم قاعدة المعلومات وقاعدة المعلومات تعني قرآنهم بتفسيرهم فهؤلاء المعممون الذين تتحدث أنت عنهم من أنهم يعرفون المعاريض أيها معاريض هذه يعرفونها هل يعرفون مفردات وعناوين المفردات والعناوين لا قيمة لها القيمة في قاعدة المعلومات المعلومات أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا هذا إذا لم يكن متوفرا عند الفقيه فلا معنى أن الفقيه يعرف المعاريض هذه المعاريض التي أنت تتحدث عنها في المثال الذي ضربته وفي السؤال الأول الذي نقلت عن المعممين معرفتهم بالمعاريض هذه معرفة بالظهور العرفي ولكنهم قنعوه بهذا المصطلح الذي يعرف المعاريض لا بد أن تكون عقيدته وفقا لدين العترة الطاهرة كيف يعرف المعاريض وكيف يفهم المعاريض وهو يعتقد أن أصول الدين خمسة فحينما يبني عقيدته على هذا فإنه قد أوجد منظومة من المعاني لا يمكن أن تنسجم معها مفاتيح المعاريض لا بد أن تكون العقيدة وفقا لمذاق العترة الطاهرة لا بد أن يكون التفسير وفقا لمذاق العترة الطاهرة وأن يتحول التفسير إلى ملكة عند الفقي بحيث إذا ما نظر إلى الآية لا يتبادر إلى ذهنه إلا المعنى الذي فسروه في تفسيره وهذا هو معنى بيعة الغدير فأين هؤلاء من هذا وأين كلامك هذا من هذا عندنا روايات على سبيل المثال هذا هو الجزء الرابع والأربعون من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث التاسع والثلاثون حديث يخبرنا أن إبراهيم عليه السلام إنه إبراهيم الخليل مر في أرض كربلة وهو راكب فرسا فعثرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه فأخذ في الاستغفار وقال إلهي أي شيء حدث مني حتى جرى الذي جرى عليه فنزل إليه جبراهيل وقال يا إبراهيم ما حدث منك ذنب ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء فسال دمك موافقة لدمه ومثل هذا جرى مع موسى ومثل هذا جرى مع مجموعة من الأنبياء الروايات أخبرتنا أنا لا أريد أن أقرأ كل الأحاديث فهل الذي جرى مع إبراهيم والذي جرى مع موسى أن أصيب في رجله هل وفقا لما أنت تقول من أن فهم هذا المضمون من خلال المعاريض ينطبق على الرواية التي تتحدث عن إبراهيم ينطبق على الرواية التي تتحدث عن موسى من أن الأشواك أصابت قدميه وسال الدم من قدميه ما علاقة هذا هذه الأحاديث تتحدث عن مواساة عن مواساة الأنبياء هكذا يجب علينا أن نعرف من أن جسد المعصوم إن مات أو إن قتل لا يتعرض للتفسخ ولا يتعرض للتلف ولا يسقط منه شيء يبقى على حاله كما هو رأس الحسين كان يقرأ القرآن على الرماح في الكوفة وفي الشام فهل كان جمجمتان ماذا تقول أنت يا أبا باقر وماذا يقول الجواهري في هرائه هذا كمال المعصوم هو جزء من عقيدتنا كمال المعصوم في كل أحواله رأس الحسين كان حجة فهل يعقل للحجة أن يسلخ وأن يبقى جمجمة فأين هو وجه الحسين حينما أقول لك من أن المعارض تبتني على قاعدة المعلومات وهذا جزء من قاعدة المعلومات فقاعدة المعلومات تتأبى عن معراضك هذا أي معراض هذا إذا كان قد فهم الجواهري مثل ما تقول فهذا فهم بحسب الظهور العرفي إذا كان يدعي أنه من المعارض هذا ظهور عرفي مقنع بعنوان المعارض المعارض هكذا تقول من أن رأس الحسين يبقى كاملا وزاهيا وجميلا وبهيا لأنه حجة ولذا كان يقرأ في الكوفة وكان يقرأ القرآن في الطريق إلى الشام وكان يقرأ القرآن في دمشق وكان يقرأ القرآن على باب قصر يزيد لأن يزيد نصبه على باب قصره كان الرأس الشريف يقرأ القرآن فهل كان جمجمة حينما وضعوا الرأس في طشت الذهب وقدموه بين يدي يزيد وكانت آثار الشيب واضحة الحسين كان قد خضب لحيته بالسواد ولكن آثار بعض الشيب كانت واضحة فكان يزيد ينظر إلى وجه الحسين ويخاطب الحسين لقد أسرع إليك الشيب يا أبا عبد الله إنه يرى وجها كاملا وكان الذين ينظرون إليه يقولون ما أجمله ما أجمله ما أجمله هم لا يعرفونه من هو ينظرون إلى وجهه ويقولون ما أجمله ما أجمله ما أجمله هذه هي المعارض هذه المعارض يا أبا باخر هكذا يفهم الدين المعارض تعني فهم الدين وفقا لقاعدة المعلومات الصحيحة لا لهراء المعممين ولا لهراء صاحب الجواهر وإنما يفهم الدين هكذا ولن يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أتمنى أن تكون الإجابات نافعتان نذهب إلى فاصل رسالة عراقية تشتمل على أسئلة سأقرأها لن أجيب عليها بالتسلسل من السؤال الأول إلى الثالث مثل ما كنت أفعل لضيق الوقت وإنما سأبدأ من السؤال الأخير وبحسب الوقت وأترك ما بقي من الأسئلة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الأسئلة أقرأها السؤال الأول ما هو تفسير النص الوارد في زيارة الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما السلام عليكما يا من بدى لله في شأنكما سؤال مهم السؤال الثاني ما هو رأيكم بقصة لقاء الحاج البغدادي الواردة في كتابي مفاتيح الجنان السؤال الثالث هل الإمام الحجة متزوج أم غير متزوج سأبدأ من السؤال الثالث لأن السؤال الأول قد يحتاج إلى وقت ولا أملك وقتا كافيا سأجيب على السؤال الثالث وأترك البقية لحلقة يوم غد الأسئلة مهمة خصوصا السؤال الأول وحتى السؤال الثاني بخصوص قصة الحاج البغدادي إذن سؤالنا الثالث هل الإمام الحجة متزوج أم غير متزوج من الآخر هذه المسألة سكتت عنها الأحاديث لماذا سكتت عنها الأحاديث لأنها لا ترتبط بعقيدتنا بشكل مباشر زواج زواج الإمام عدم زواجه هذه شؤون عرضية من شؤون إمام زماننا أمر جيد أن نعرف هذه الشؤون لكنها لا ترتبط بأصل العقيدة وإن الأحاديث سكتت عن هذا الموضوع الأولى بنا أن نسكت عن هذا الموضوع هذا لا يعني أنه ممنوع على الإنسان أن يسأل وممنوع على الذي يسأل أن يجيب لكنني أتحدث عن الجواب الحكيم الجواب الحكيم هو هذا أما الجواب العلمي سأجيب جواب الحكمة هو هذا الأحاديث سكتت عن الموضوع ما عندنا في الأحاديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شيئا بخصوص هذا الموضوع فلو كان هذا الموضوع مهما لنا مهما لعقيدتنا مهما لديننا لتحدث عنه محمد وآل محمد وما عندنا من شيء فيما ورد عن إمام زماننا بهذا الخصوص ما هو مذكور في بعض الأدعية والزيارات من دعاء لولده وذريته وما هو مذكور في بعض الروايات بهذا الشأن فإن كل ذلك مرتبط بعصر الظهور وليس بعصر الغيب حتى إذا قال قائل بأنه توجد إشارات في بعض الروايات التي تتحدث عن زمان الغيبة مثلما في هذا النص إنني أقرأ من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من أبرز تلاميذ الكليني رضوان الله تعالى عليهما وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة إنه الحديث الخامس في الصفحة السادسة والسبعين بعد المئة بسنده بسند النعماني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد في بعض الكتب من ولد ولا غيره ولكن النص الصحيح مثل ما في غيبة النعماني من ولي ولا غيره إذا أراد البعض أن ينتفع من نصوص كهذه النصوص فإنها نصوص مصحفة النص الصحيح هو هذا الذي جاء في غيبة النعماني فهذا النص موجود في كتب أخرى لا يطلع على موضعه أحد من ولد ولا غيره ولكن النص الأصيل الصحيح هو هذا لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره حديث مهم جدا بحيث أن النعماني وهو الخبير بالحديث يعلق على هذا الحديث يقول ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان لكان فيه كفاية لمن تأمله وصادق في قوله هذا حديث خطير هذا الحديث ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله إذن الأحاديث والأدعية والزيارات التي تحدثت عن ولده عن ذريته عن عائلته فهي فهي تشير إلى زمان الظهور ليس هناك من حديث مباشر وصريح عن أن الإمام قد تزوج هناك خبر لا ندري مصدره من أن زوجة الإمام هي من بنات أبي لهب هذا الخبر اعتمد عليه الكفعمي في المصباح وربما نقله غيره أيضا لكننا لا نعرف المصدر ولا ندري عن أي إمام قد نقل هذا الكلام الكفعمي في كتابه المصباح في الجدول الذي نظمه لولادات المعصومين وشهاداتهم وأسماء أمهاتهم وأسماء زوجاتهم ذكر في حقلي زوجتي صاحب الأمر إمام زماننا من أنها من بنات أبي لهب يعني من أحفاده إذا صح هذا الخبر فقد يقول قائل لماذا من بنات أبي لهب إذا صح هذا الخبر يبدو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرفع الحيف عن أولاد أبي لهب أبو لهب ملعون أولاده ما ذنبهم أولاد أبي لهب كانوا من الشيعة المخلصين لأمير المؤمنين وكانوا من أنصاره الأوفياء لكن الذي يبدو أن سلالة أبي لهب أخفت نسبها خوفا من ألسنة الناس ومن لعن الناس لهم فيبدو أن الإمام الحجة في زمان ظهوره سيتزوج إحدى حفيدات أبي لهب لرفع الحيف عن الصالحين من أولاد أبي لهب أبو لهب ملعون أبو لهب في جهنم أولاده لماذا لا تزير وازرة وزر أخرى لكن الناس لا يعرفون الحكمة ولا يعرفون العدل ولا يميلون إلى الحق يسارعون دائما إلى الباطل على أي حال خلاصة القول الأحاديث سكتت عن الموضوع الحكمة تقول أن نسكت عن الموضوع لكننا إذا أردنا أن نبحث الموضوع من جهة علمية ودينية ليس هناك من مانع عقلي أن يتزوج الإمام وليس هناك من مانع شرعي أن يتزوج الإمام يمكن للإمام أن يتزوج وأن يكون زواجه ضمن برنامج الغيب فمثلما الناس لا تعرف مكان الإمام ولا تعرف أسرار الإمام زمان غيبته فإنهم لن يعرف أسرار زواجه وأسرار بيته إذا ما كان متزوجاً ليس هناك من مانع عقلي وليس هناك من مانع شرعي أن يتزوج الإمام لكن من جهة أخرى هناك أمور إذا وجهنا النظر إليها فإن زواج الإمام يكون مستبعداً من هذه الأمور هناك من مرافقي الإمام ومن أنصار الإمام من لم يتزوج إنما كان هذا منهم بسبب شؤون الغيبة ولأن الإمام هو هكذا أيضاً الخضر الخضر من أعوان إمام زماننا وهناك العديد من الوقائع التي حدثت زمان الغيبة الطويلة ممن وفق للقاء الإمام شاهدوا الخضر معه الخضر مع عمره الطويل لم يكن قد تزوج ألياس أيضاً من الأنبياء المعمرين وهو من أنصار إمام زماننا ليس متزوج عيسى المسيح لم يكن قد تزوج ورفع إلى السماء وليس له من زوجة وسيعود إلى الأرض وليس له من زوجة ربما يتزوج في قادم الأيام وآخرون وآخرون كذلك من أنصاره أليس له أن يبحث في هذا الموضوع يحق للإنسان أن يسأل عن كل مسألة ويحق للباحثين أن يبحثوا في كل مسألة إلا ما نهينا عنه إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا هذا نهينا عنه لكننا ما نهينا أن نبحث في شؤون إمام زماننا في شؤون زواجه وذريته وأولاده لكنني كما قلت قبل قليل الحكمة هكذا تقتضي من أن الأحاديث سكتت عن الموضوع الحكمة تقتضي أن نسكت أيضا عن هذا الموضوع من أراد منكم أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسروا وما أعلنوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السؤالان المتبقيان من هذه الرسالة العراقية سأتركهما إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في آمان الله И في الهدى ** أسألك Holy أسأل سأكل